السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم في برنامج فنون تربوية ومع الحلقة رقم 24 وهي بعنوان أسرار كراهية بعض الأمهات لأبنائهن موضوع خطير معقولة يا دكتور معقولة في حاجة اسمها أم تكره ابنها إزاي يا دكتور دي غريزة دي فطرة مش ممكن موضوع عجيب وغريب أمه ممكن تكره ابنها آه ده أنا عندي أصناف كتير جداً من أمهات بتكره أولادها لا شعورياً على مستوى العقل الباطن إنما يعني هي بتحبه غريزياً وفطرياً وغصباً عنها الحب بينزل مع اللبن لكن هي بيبقى فيه صراع طول الوقت وأحياناً يعني إيه تعمل يعني مكنزم الدفاعي لا شعوري اسمه تكوين عكسي يعني فكرة إنه إيه بحبك 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 قوي هنا وكأنها بتخفي كراهية لا شعورية وكأنه جواها بتكرهه بس حاسة بالذنب إزاي إن أم تكره ابنها فبالتالي ممكن يعني يتعلق بيتعلق مرضي تخاف عليه خوف رهيب جداً وكأنه علشان أنا جواي عدم تقبل لي أخاف إن ننزل الشارع عربية تخبطه يبقى أنا وكأننا اللي خبطته أو إنه ممكن يحصل له حاجة يبقى وكأننا كان عندي رغبة لا شعورية إنه مبقاش موجود فلو تخطف يبقى كأننا اللي على المستوى العقل الباطن إن أنا خطفته أنا اللي ضيعته يعني فتبقى الأمة أحياناً للقلق اللي موجود عندها إنه طول الوقت تبقى يعني فيه تعلق مرضي بالابن لدرجة إنه بتأذيه إنه بتعلق بها تعلق مرضي لدرجة إنه طول الوقت هي مش قادرة يعني إيه بعد عنها ثانية إزاي بتقول يكرهها لا شعورين مش قادرة إيه بعد عنها ما هي خايفة لو بعد عنها يحصل له حاجة فتحس بالذن طول العمر وتبقى متضايقة يعني فبالتالي ده صراع داخلي جواها لكن لو هي متطمنة داخلياً خلاص خلاله ودي ينطلق عادي ما فيش مشكلة يعني وده يبرر أو يفسر على المستوى النفس العميق تعلق المرضي لده بعض الأمهات لأولادها يعني واللي يسبب لها حالة من القلق الداخلي يعني طيب خلينا نشوف بعض الأمهات اللي بالفعل ممكن تكون بتكره أولادها لا شعورياً أول واحدة واحدة يعني كانت بتحب واحد وما حصلش نصيب وتجوزت واحد تاني غصباً عنها أكبروها تتجوز واحد تاني غصباً عنها فهي حاسة إنه يعني لسه عندها أملي يعني إنه الزوج ده ممكن يطلقها أو يموت أو ينتهي ومازال اللي بتحبه يترقى أمام عيونها فبالتالي هي طول الوقت عندها أمل إنه القصة دي هتنتهي الكابوس ده هتنتهي وحتجوز اللي بحبه فتبقى طول الوقت عايش على الأمل ده وفجأة تبقى حامل تبقى حامل فتحس إن الولد ده بالنسبة لها مدمر الأمل وقاتل الحلم فبالتالي وكأنها تصب جام غضبها عليه وكأنها لا شعارين لا تتقبلوا لأنه ربطها بحد ما بتحبوش وحرمها من حد بتحبوه إنه عايشها طول عمرها في واقع مؤلم فبالتالي خلاص هي أنجبت بس طول الوقت هي حاسة إنه بقى أنت اللي جايت حرمني من إن أنا عايش حياتي ده أنا عايش حياتي مرة راحة فإزاي إن أنا عايش متعذبة يعني بهذا الشكل فأمضطرة إن أنا أكمل إذا كان بقول لهم عايزة مفصل وأنا ما فيش أولاد وكلهم منعيني فدلوقتي لو انفصلت كمان وفيه ابن مش ممكن حد هيوفق لي إطلاقا يعني وظروف صعبة لا يمكن يعني بهذا الشكل وكل اللي حوالي مش حاسين بيه ومش فاهميني ولكن كان فيه أمل إنه ممكن يعني هو اللي يزهق يحصل له حاجة لكن دلوقتي خلاص حملت وأنجبت فالولد يفضل طول الوقت وكأنه يعني المستقبل اللي سود اللي هي منتظراه فبالتالي بيقى فيه صراعة جواها ما بينها بتحبه حب فطري وغريزي وبتكرهه على المستوى اللي شعوري إنه بقى بالنسبة لها زي ما قلت لك مدمر الحلم وقاتل الأمل فبالتالي بتبقى طول الوقت مش حباه ده على المستوى اللي شعوري طيب واحدة تانية مثال تاني يعني أم يعني كان فيه مشاكل زوجية واتطلقت يا أخيرا خدت إفراج وفجأة اكتشفت إنها حامل يا خبرة بيض طب هيرجعوني تاني طب حامل في شهور متقدمة يعني شرع لا جوز إنها تنزلوا يعني هتبقى قاتلة للنفس وهي إنسانة وكيزة وفضلة وملتزمة يعني بس وفجأة خلفت وهي أصلا يعني إيه طلقت أو ما شابه المهم إنه يعني وهي لسه صغيرة يعني 20 سنة 14 سنة بتاع فهي حاسة إنه إيه يعني اتطلقت وقلت خلاص حنهل الصفحة دي وقفلها تمام نفط صفحة جديدة مع حد تاني مع وضع جديد جي حد يأم يرجعها تاني للزوجة اللي مش عايزها أو إنه يعني أصبح هو دلوقتي مين اللي حييجي هو والزواجي أصاصا يعني في مشاكل يعني واخد بالك يعني فيه العنوسة كتيرة يعني البنات اللي هم أساسا يعني مش متجاوزين فبالتالي أنا كده اتجوزت وبعدين مطلقة يعني دي مشكلة وبعدين مطلقة ومعي ابن فكده هيبقى الشيلة تقيلة فكده هيمنعني إن أنا أتجوز ويمنعني إن أنا أعيش حياتي فبالتالي هنا برضو بيبقى فيه غضب داخلي وبيبقى فيه كرارة لها شعرية للابن وصراع داخلي ما بين الحب الفطر الغريزي ما بين الكرارة لها شعرية اللي هو سبب لها إنه يعني بقى بقاية الذكريات المؤلمة لأنها اتطلقت آه خلاص غير الأولانية بس هو بيفكرها دايما بالألم اللي كان عيشايا واحدة تالي اتفقت مع زوجها مثلا إنه مش هتخلف دلوقتي يعني لأنه هو قال لها كده ففجأة حصل حمل فبالتالي هي عندها خوف رهيب جدا وبتحب زوجها وهو بالنسبة لها الحياة فبالتالي فيه صراع ما بين ابنها اللي ممكن يخسرها جزها وما بين جزها اللي ممكن تخسرها عشان ابناء فبالتالي هنا بيبقى فيه كرارة شعرية للابن اللي هو جيه في وقت وما فيش استعداد ليه أصلا يعني وخايفة تقوله إنها اتجوزت فبالتالي هنا بيبقى الولد وكان مهدد لحياتها الزوجية مهدد لسعادتها يعني فيه واحدة بتبقى يعني اتجوزت لكن يعني اتفقت مع زوجها إنها أو هي نفسها كمان مش عايزة تخلف إلا لما تحقق طموحها العلمي لأنه كان رغبة أبوها سواء حي أو ميت فبالتالي عايزة تكمل دراستها أو عايزة تكمل ماجستير ودكتوراه وعندها الطموح العلمي أهم من حاجات تانية يعني دي أولوياتها ولا تقييمها علمية يعني وبالتالي في الحالة دي وهي لسه في نص المجلسر أو الدكتوراه خاصة لو هي راحت مثلا تاخدها من بر يعني ألمانيا أو أمريكا وفجأة حملت والوقت قليل فضيع لها حلمها فبالتالي هنا برضو بتبقى هنا فيه مشكلة وكأن الولد يقابل بالرفض لأنه حرمها من تحقيق علمها يعني حلمها اللي هو العلمي يعني في أم تانية الدكتور ممكن يقول لها إنه الجنين ده احتمال ليطلع مشوه أو يطلع مريض ومرض فلان فلان هي غالي زين عايزة الولد ولاش عاريا رفضاء فبالتالي فعلا ممكن يطلع ابن يعني لقى الضرارة عنده توحد أو سيبي شلل دماغي أو ما شابه فهي لاش عاريا طلع عمرها منطلقة وبتاعه بتحلم بقى إنه يبقى ابنها ده مش عارف الجميل واللي تتبهى بيه وفجأة جالها كده فهي داخليا بتحبه لإنه ابنها لكن بتكرهه لإنه يعني جالها طفل يعني عنده توحد أو تخله في عقلي أو شلل دماغي أو عنده فبالتالي أنا معقول أنا اللي يكون ابني كده مش قادرة تتقبل وبالتالي ما بين إنها بتحبه حتى لو كان يعني حتة لحم وحمرة كده لكن هي بتكرهه لإنه هو يعني وكأنه كسافها وإنه أحرجها لإن للأسف ما عندهاش رضا وما عندهاش تقبل ليه إلا الإبن يعني ممكن أم تانية تحمل على سن كبير فتحس بالخجل والخوف من اللي حواليها إزاي يعني ده أنا بنتي حامل وأنا حامل وحنولد في نفس الوقت يعني فتبقى ماشية كده عمال مكسوفة من الناس فلما تخلف طول الوقت يقولها ده ابن بنتك؟ لا ده ابني فتبقى دايما إيه؟ لو هي مش متقبلة يبقى في مشاكل يعني أم تانية ممكن يبقى عندها أولاد كتير وخلاص يعني وفجأة جي ابن هي تبقى عن هي خلاص وقفت وخلاص يمكن عندها ابن تاني يجي غصبا عنها فأنا يجي غصبا عنها فبيبقى لا شعوريا بتكرهه لكن فطريا وغريزيا بتحبه فبقى فيه صراع يعني أم تانية هي عندها يعني صحتها صحتها تعبانة ولو خلفت ممكن يبقى فيه تأثير عليها صحتها وحملت فبيبقى برضو فيه صراع جواها ما بين أن تنزل الحمل ده ولا تسيبه أو أنه يعني عد عليه المرحلة اللي ممكن تنزلوا وفقا لفتوى الأطباء يعني والشرع يعني أب أم تانيين بيبقى عندهم يعني تلات أربع أولاد ومصدر داخل أوليل فبالتالي يجي ولد رابح فيحملهم أعباء ومش مؤمنين بالفكرة يعني للأسف أنه هيجي برزقه ولا تقتلوا ابنائكم خشة أملاق يعني نحن نرزقهم وإياكم مش نرزقكم وإياهم ده يعني رزق بيجي للعيال وإحنا بنرزق من خلال إيه العيال يعني أم تانية بتكره ابنها لا شعوريا لأنها مكتائبة فالمكتائب ده أصلا بيكره نفسه وبيكره العالم وبيكره المستقبل فبالتالي ممكن يوصل للانتحار فبالتالي فجأة حصل إنها حملت فبالتالي حاسة إنه الإبن اللي جاي ده هيبقى امتداد لسلسلة الاكتئاب يعني يا مش كيف هي أنا عايش الحياة سودة كمان حيجي ابني يعيش الحياة سودة بهذا الشكل فبالتالي وكأنها بتكره الإبن لا شعوريا أم تانية بتكره ابنها لا شعوريا لأنه جي عن طريق غير شرعي سواء أنزنة أو اغتصاب أو زواج عرفي واكتشف أو ما شاب المهم إنه طول الوقت بتفكرها بيه المصيبة بتاعتها بيفكرها بالجريمة اللي حصلت بيفكرها بيه إنها مكروهة من الآخرين بيفكرها بالإثن اللي حاصل والإحساس بالزنب ده فبالتالي طول الوقت مجرد ما تشوفه نتيجة خطيئة ماشية على الأرض وبتفكرها بيه الزنب الفضيع اللي هي ارتكبته فبيبقى فيه صراع داخلي ما بين حبها الغريزي والفطري وما بين كراهياتها اللاشعورية للإبن وهكذا بعض الأمهات بالفعل اللي ممكن تكره ابنها لا شعوريا طب علاجها إزاي الاستبصار والوعي والتحليل النفسي وإنها تبدأ تتقبل وتبدأ ترضى وتبدأ تشوف المسألة وتظهرها للنور بهذا الشكل عشان تشوفها وبالتالي يتم علاجها وبالتالي يحل الصراع اللي جواها ده ونتخلص من مشكلة كراهيتها للإبن لأنه فعلا هي مأزية والإبن ممكن يبقى مأزي بشكل أو بآخر طول العمر شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته